السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة عندنا محضرة أنتسيباتري كير معكم دكتورة أماني محمد عبدالله لكتورة فاملي مت You must be able to define concept of أنتسيباتري كير describe classification of أنتسيباتري كير determine new trend in أنتسيباتري كير and identify important role of GP in أنتسيباتري كير definition يعني أنتسيباتري يا جماعة أنتسيباتري يعني استباقي يبقى أنا باخد خطوات استباقية طب خطوات استباقية أنا دوري إيه؟ أنا دوري physician يبقى أنا دوري كفيزيشن أنا باخد خطوات استباقية عشان أمنع حدوث مشكلة صحية أو أمنع حدوث مضعفات بتاعت مشكلة صحية يبقى هي all measures aiming to promote good health and prevent or delay diseases or their complications يعني لو واحد هلسي أنا بعمل promotion لجود هلس تعزيز للصحة بتاعته طب لو واحد دلوقتي at risk of disease أنا بحاول أمنع الدزيز طب هو لو already disease بحاول أقل أو أقل الأنسة الأنسة والseverity بتاعت الدزيز وبأخر أو بمنع الكمبيليكيشن تمام؟ طيب بعد كده عندنا المفروض إيه؟ الإيم بتاعي؟ إيه الفكرة؟ أنا بعمل أنت أنت سبات ريكير ليه؟ to improve quality of life يعني إيه quality of life؟ أنا دلوقتي ما بكتفيش أن البني آدم اللي قدامي هلسي لأ أنا لازم أعرفه وعايش إزاي؟ جودة حياته إزاي؟ يعني أنا دلوقتي ما عنديش أي مشاكل صحية بس أنا حاسة أننا حياتي مش كويسة فدلوقتي التريند بتاع الهلس مش جزء أن أنا منتين الناس اللي عندي هلسي لأ ده أنا بحسن quality of life بتاعته الحاجة الثانية reduce premature disability الحاجة الثالثة increase life expectancy يعني life expectancy زي ما إحنا بيقول كده العمر الافتراضي العمر اللي أنا متوقعة لو حد لسه مولود حالا متوقع أنه ما هيعيش كم سنة؟ تمام؟ طيب العمر الافتراضي مثلا كل ما قال كل ما معنا كده أن الهلسي كير عندي ما كانتش كويسة كل ما زاد كل ما كانت الهلسي كير كويسة فأنا دلوقتي كل ما زود معنى كده أن الهلسي كير عندي كويسة معنى كده أن أنا بطبق أنتسي باتري كير صح الانتسي باتري كير المفروض هي لها ثلاثي كومبوننت بريفنشن 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 ان كور اكورد نجتو رويل كوليج اوف جي بي بعد كده احنا هنتكلم دلوقتي عن تو ايتمز هلسي بريفنشن وديزيز بريفنشن از كومبوننت اوف انتسي باتري كير الشارط اللي قدامنا دي بتوضح لنا الانتسي باتري كير دايما انت بتزاكل حاولوا تعملوا شارط كبيرة كده تزموا بيها المواضيع عشان ما اتبوش في العناوان الكتير الانتسي باتري كير فيها ايتم اسمه هلسي بروموشن وهنتكلم عنه دلوقتي وفي حاجة اسمها الديزيز بريفنشن والبريفنشن يا جماعة له ثري ليفلز ليفل الاول برايمار بريفنشن معناها بريفنشن اوف ديزيز دوفلوبمين انا جيت على حد ما عندوش اي مشاكل خالص وبعمل له ميجرز عشان امنع ان يحصل عندو اي دزيز زي الهلس ادوكيشن اللي انا دلوقتي بعمل تسكف صحي لو رحنا اي واحدة صحية هلاقي فيها حاجة اسمها قوض التسكف صحي عشان يعرفوا الناس باي هي العادات الصحية زي يحمل نفسهم من امراض معينة ممكن يبقى في الماس ميديا زي في موضوع الكوفيد ناينتين دلوقتي هلاقي بيطلع عندنا بوسترات في الاماكن في التلفزيون اعلانات ازاي نحمل نفسنا من الكوفيد ده الحد ما عندوش اصلا الديزيز اللي حاجة التانية بروفلاكسس وفاكسينيشن دول دول بوينتت تو سيرتين ديزيز المفروض انا بدور بعمل الحاجات دي اجنس بارتكولر ديزيز البروفلاكسس في مينو كيمو بروفلاكسس ومينو بروفلاكسس كيمو بروفلاكسس داي لو احنا عندنا حد رايح دول افريقية خاصة في وسط افريقيا هم متشرة عندهم المالاريا فانا بخليهم ياخدوا كلوروكين قبل ما يروحوا اسكيمو بروفلاكسس عشان امنع انه ما يحصل عندهم مالاريا زي الامينو بروفلاكسس لو طفل مولود لام عنده بطايتس بي فاول ما بيتولد انا بدي الانتيبادي جاهزة انتيبادي جاهزة جانس البطايتس بي عشان لو عدالوا من الام اي اي فيروس اي 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 انتجن مفروض ان الده دي حاجة بتقوم بسرعة عشان ما يدخدش في ديزيز وبعدين بدي برضو عشان عمله ده بيخدم لفترة قليلة جدا انما المفروض بقى اللي عندنا اللي هو ده اللي هو مفروض بيدينا ممكن تبقى وممكن تبقى مثلا زي التطعيم بتاع التايفويد اللي بياخدوه الناس اللي بيشتغلوا في المطاعم المفروض ده المدة بتاعته سنتين بعد السنتين هو بيجدده تاني ففيه حاجات بتدينا زي التطعيم بتاع الميسلز فيه حاجات بتدينا مؤقتا زي البيسي جي لغاية 15 سنة بيسي جي بتاع التي بيت يوبركولوزيز وفيه حاجات بتدي سنتين وفيه حاجات بتدي ست شهور يبقى الفكسينيشن برضو يبقى عارفين هو بغطي فترة قدية دي حاجة مهمة عشان ابقى عارف هو يحتاج بوستر دوز ولا لا تاني حاجة الساكندري بريفنشن طب ده حد دلوقتي يبقى عنده الدزيز اللين بتاعي ان انا عمله في البيسي هو دلوقتي لسه مظهرش عنده عارض بس ممكن يبقى عنده الدزيز زي مسلا الكنتكت بتاعة حالة عندها ده هو كونتكت طب ممكن يبقى عنده الدزيز هو دلوقتي ما عندهش اي عارض بس ممكن يبقى خلص لقط العدوى فكنت بعمله حاجة اسمها اللي هو الترصد ان انا بفضل متابعة الحالة عشان لو بظهر عندها اي عارض عالجها بدري قبل ما تدخل قبل ما يحصلها دي توري ريش يبقى سكرينج كلمة سكرينج يا جمعاء يعني غرباء يعني فارز أنا بفرز الناس اللي عندي أنا ممكن أنزل في كميونيتي كاملة دلوقتي إسلهم الضغط الناس دي كلها ما عندهم شعرات إسلهم الضغط لقيت طلع عندي مثلا 25% منهم هايبرتنسف يبقى أنا بابدأ الناس دي أبدأ دول خاص بقوا هايبرتنسف فأنا هبدأ أديهم العلاج بتاعهم بدري عشان ما يحصل لهمش كومبيليكيشن طيب لو أنا محتاجة انا دلوقتي عملت مثلا مامو جراف زي الحاملة بتاعت 100 مليون صحة اللي هي كانت صحية المرأة يعني هما كانوا بينزلوا يعملوا كلينيكا لستتات عشان اللي عندها أي ميس ممكن تبقى الميس دي تبقى مثلا كانسر كانوا بيعملوا كانوا بيبعثوا هنة عيدة صحية المرأة في الجامعة كنا احنا بنعمل لهم تاني عشان نتأكد من الحاجات الجي بي قالها وبنعمل لهم مامو جرافي علشان اعرف هما فعلا عندهم في ميس ولا ما فيش ميس يبقى دلوقتي الناس اللي ظهرت عندي بلسكرينج عندها بوستفايندينج بدخلها على ديتيل دينفيستيجيشن عشان اتأكد هما عندهم المشكلة دي ولا لا يبقى الكيس فايندينج من الناس اللي هما كان عندهم المشكلة دي انا بعضتهم اتبعتوا مثلا من عادات من المكاتب الصحة اتبعتوا عندنا في عادة صحة المقرأ بدأت تعمل ترجية التوذيم وفي ناس كانوا بيجوا بميس بيطلع لقا هما مش عندهم ميس يبقى مش لسكرينج دا يجنوستيك لسكرينج بيسجستفن دول ممكن يبقى عندهم مشكلة بعد كده الترشري يبقى دا عبارة عن سيستيماتيك لونج تل منوترينج او فيشن تو بريفينت ورميلميز دا امباكت او كومبليكيشن نوت جاست ان اوبرتونيستيك بات وز فريمويرك انا خلاص انا عرفت ان دا حصل عنده المشكلة دي متوقعة ان المشكلة دي هتسيب برمينات انفيرميتي فانا بعملوا بروغرام كامل ببريوديك فيست فيزت بي 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 كونتاكت عشان اعرف اوصل للناس دي عشان اعالجهم يعني مش بس جاستي كده قد انت عندك كزا وباروح كزا لأ المفهود ان انا بتبنو طيب اول حاجة خالص اللي هي الهلس الهلس برموشن الهلس برموشن اللي هي تعزيز الصحة معناها انا عايز اغاير وجهة نظر الناس حضرتك لازم تاكل اكل صحي لازم تعمل رياضة حتى لو انت مش تعبين الهلس لايف ستايل لما حد يقول انا عايز اعمل ريجيم عايز اعمل دايت احنا بنقول له ايه بنقول له ريجيم ده مش حاجة تيمبراري ان انت بتنزل وقتك بتوزن وزنك دلوقتي لأ انت لازم تمشي على الهلس لايف ستايل طول عمرك الهلس دايت طول عمرك دي مش حاجة تيمبراري فانا بعمل بحافز الناس انهم يشوفوا الجود هلس دي لحاجة هم محتاجين يعني مفروض الطبيع با دفول ان كلنا يبقى عندنا جود هلس من ازاي با ادوبشن اوف هلس لايف براكس الكلام دا دا تعريف الهلس احنا لو مفاكرين من اول ما نخلته واحنا بنقول لكم تعريف الهلس هو دا اللي انا بأكد عليه هو دا اللي انا بعمله بروموشن ان انا ساعد الناس انهم عرفت عرف الصحة مش بس هو من الفور فور اسبكت بتاعتهم مش بس ان هو ما يبقاش مريض للناس بقى اللي هم هلسي واحد هلسي ما تيجي تقولوا انا عايز اعمل لك هلسي بروموشن مش هيفامك قوي لان هو بالنسبال وهو كويس انا مش محتاج الكلام اللي انت بتقوله بس لو بقى جاء كونتكت لحد عنده إلنس او حد يعرفه واحد مثلا يعرفه جاله وجاله ستروك او واحد يعرفه جاله أنجينة او ام اوي واحد يعرفه جاله كوفيد هيبدأ ساعتها بقى يروح يدور على الهلسي لايفي ستايل علشان يعملون اللي هم بتاعي ان انا اخرك الناس كلهم مش بس رميحس انهم في خطر لا دا كل الناس يحسوا ان هم لازم يحافظوا على صحيته في عندنا سناب جايد دايما بنعمل بناخد حروف من كل كلمة كده ونحطها في دماغنا علشان دا بيسهل لنا الايتمز اللي احنا نمش علي اول حاجة احنا بنعلم دايما الناس اللي عندنا في الفاملي ميتسن اي عيان تشوفه في اي وقت لازم تسأله على سموكينج ولو كان سموكر تحاول تعرف هو النية بتاعته هو نفسه يبطل ولا ما يبطلش لو نفسه يبطل تحاول تساعده ازاي ولو مش نفسه تبطل تقعد معاه ازاي عشان تعرفه ازاي يبطل تدخين فدي من الحاجات الاساسية جدا سموكينج وسترس الحاجة التانية نوتريشن انا كده كده لازم اكد عليهم الهلس نوتريشن يبقى عاملة ازاي البليد بتاعهم يبقى مفروض يبقى متكون من ايه الالكوحي لازم والكافيين والتوباك والركريشنا دراجز بسأل عنهم ويه الفيزيكال اكتفت ده لسناب كارنت طيب ديزيز بريفنشن احنا لسه قلنا برايمال وساكن روتيرش لسه شرحينهم تمام؟ زي ايه؟ زي اجنس كومينيكوال ديزيز هلس احنا لسه متكلمين عنه في السلايد اللي هبلي اللي فاتت بعد كده الساكندر بريفنشن تز انترفنشن انتندت تو برموت ايرلي ديزيز او كونديشن سو برموت تريتمنت كان بيناش دايما لو انا اكتشفت المشكلة بدري هيبقى سهل ان هي تتعالج غير لما استنى العيين يدخل فترة كلينيكال فيز انا بمفروض ساكندر بريفنشن بشغل على بريكلينيكال فيز هو عنده المشكلة بس لسه مظهرت لسه ما عندوش عراض لو بدأت عنده عراض انا خلاص الموضوع بتاع العلاج هيبقى فترة اطول لو دخل في بممكن معرفش ارجعه تاني لهيالس استيد فانا بحاول ان انا اتعامل مع العيين في البيكلينيكال فيز من خلال سكيريننج ويالكيس فايندين زي اللي احنا لسه برضو درباركم مثال ده بعد كده تيرشي ريبريفنشن تيرشي ريبريفنشن ده في حاجتين هو خلاص اريد دلوقتي جيلي جيلي خلاص هو عنده اعراض في الكلينيكال فيز فالمفروض ان انا بديله اللي هيناسبه ولو ظهرت عنده وانا بعرف ان هو يحصل عنده فالمفروض ان انا بحوله لبروغرام زي الفيزيو سيرابي علشان امنع ان الكمبليكيشن دي تبقى بيرمننت تمام زي مثلا الحد اللي بجيله فيشال بولسي انا بديله كورتيكوسترويد وبديله العلاج بتاعه وبعمله كمان ببعته الفيزيو سيرابي ولسه ما عندهش حاجة بيرمننت بيعمله تمارين وسينوغرافي وحاجات كده طبعا الفيزيو سيرابي علشان يمنع ان العضلات بتاعته تشنشط عضلات بشه فما يدخلش في بيرمننت بولسي او تشينجس تبقى بيرمننت مايرجعش بش الوضع الطبيعي قلنا برضو زي الريهابليتيشن بروغرام فلستروب بيشن وزي ما احنا قلنا الريهابليتيشن بروغرام دي مش حاجة مش حاجة اقولها لعيان وهقف لا ده انا بدخله على فريمورك كامل على بروغرام كامل عشان اعمله ترشل بريفنشن واقلل او امنع الانفيرمتي اللي ممكن تحصل ايه طرعا هنشوف في عندنا تلاتة نيو ترينز شينجس انبترن اوف ديزيز ليميتيشن اوف هاي تكنولوجي ميديسن اول حاجة تشينجس انبترن اوف ديزيز زمان كان اللي اللي بكوز اوف مورتاليتي بيبقى ريليتت للكوميونيكا بو ديزيز اللي المفروض ان هي كوميونيكا بو ديزيز بتاعهم سهل انزا باص زا هاي ريت اوف ديز وز ديوتو كوميونيكا بو انفكشو وز ديزيز وز وز بدأ التال لما طبعنا انفيرومينتال سانيتيشن ويد اوف امونيزيشن ان انتبيوتك كان في الاربعينات مثلا لما نشوف المسلسلات والافلام هلايكات الناس بيتموت من الكولرا لغاية السبعينات والثمانيات كانت الاطفال بيتموت من جسر انتريتس اللي هي حاجات بالنسبة لنا بريفينتابل كوزيس لو انا بس عملت انفيرومينتال سانيتيشن هلس ادوكيشن هلس بروموشن مع الابليكيشن بتاع الاممونيزيشن والانتبيوتك ممكن امنع حدوث الكومينيكابل ديزيز طيب فبعد كده يعني كان الحاجات الاساسية لو انا حسنت البيئة وعليك تبدل وعملت كان ممكن امنع الكومينيكابل ديزيز بنسبة كبيرة طب دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه طيب الاسباب بتاعتها ايه كلها غالبا بتعتمد معنا كده انا لازم عمل لازم اخلي الناس يشوفوا زي ما احنا قلنا الهلس لازم يمشوا سواء عنده مشكلة او ما عندوش يبقى دلوقتي باعتمد اكتر ان البيشن اللي عندي لازم ياخد كويسة جدا لازم يبقى فيه عندي عشان امنع انكم كومينيكابل ديزيز بقى الدور بتاعي انا ان انا ادي اميونيزيشن ادي انتيبيوتك اعمل بس ده كده كده قولودي موجود بس حاجة مهمة جدا ان البيشن لازم لازم اعمله لازم المجتمع بتاع كله يتحرك عشان يعرف ايه الهلس لايفستايل عشان يمشي عليها لانه هو ده اللي هيمنع عنان كومينيكابل ديزيز انا مش هدوله فاهمنا عنان كومينيكابل ديزيز اليدوكيشن الرول الفيزيشن السنترل فور موديفاين جزا بيهيفير تو هيلس لايفستايل انديوز اف 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 الاف 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 سيرفز دلوقتي ده 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 بقى لود عال الفيزيشن ان هو لازم يعمل هيلس ادوكيشن بيشان ادوكيشن عشان 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 عرف الناس ازاي ابلاي الهيلس لايفستايل فكان بنسبالي ممكن الكملينيكا بالدزيز انا كان معتميتش قوي بنسبة كبيرة على العيان لان فيه حاجات تانية مجرز ممكن تقلله انما دلوقتي لا هو العيان دلوقتي انا مهما اعمله حاجات لو مش مش شايف ان ده الهيلس لايفستايل هو يمش عليه خاص هو مش هيطبقه تاني حاجة انا دلوقتي حد مسلا دخل في دخل في انا عندي اه اه ممكن اعمل مسلا عمليات ممكن اللي عنده هعمله بس ما لقدش ان الحاجات دي بتحسن الا اه او او يبقى افيدنس شو ذات يعني انا دلوقتي لو انا هاعتمد ان اللي عنده المشكلة دي هعالجها واحد دخل في رينال فانا خلاص انا يعالج رينال فاللي عنده ده وهعمله مسلا دي انا محسنتش الاوت كامل انا بس يعني بحاول في كل عندنا بحاول احسن بتاعت العين اللي عندي بحاول اخلي الكواليات اوف ريف بتاعته افضل ما يعنيش اكتر بس الاوت كامل بصفة عامة الاوت كامل بتاعي الاوت كامل بتاعي هو يا جماعة لاف اكسبيكتنس ان انا اقدر اخلي لاف اكسبيكتنس طويلة من غير صفرنج من غير من غير ما العين دا يروح للدكتور فانا دلوقت انا مش قادر اعمل حاجات دي لما في بتاعته بس انا بحاول احسنها شوي بس بتاعي هو هو ما تحسنش الحاجة التانية كون ان خلاص قلو دي واحد بقى ديابيتك بقى هايبر تنسف بقى عنده لنا الفيلير العلاج بتاعه ده ده فمعنى كده ان انا لازم اعمل هايلايت على الهلس بروموشن من الاول عشان امنع المصاريف الزيادة اللي انا هصرفها على العلاج بتاع دي طيب 84% of patients have found out that discussion on health promotion is useful but should be related to health problem يعني العيانين دلوقت انا عشان اعود مع عيان واقنعه ان احنا هنتكلم بصفة عاما لو انتم فاكرين لما كنا بنتكلم على الفام المتسن ان انا مش بس ببص العيان على المشكلة اللي هو جاية جاية جاي بيها دي لا ده انا بتكلم عليه على كل الاسبكت بتاعته مش بركز على المشكلة دي بس ده انا دي لازم لازم تبقى فرصة طالما جالي هبدأ معي الجزء بتاع من الاول طبعا في عينين شايفين انه ده تضيع وقت او حاجة مالهاش لازم زي ما احنا لسه من الاول يعرف ايه الحاجات الصح فالمشكلة انه عندي نسبة كبيرة 84% شايفين انه نتكلم عن الهي سي دي حاجة مالهاش اهمية قوي ده برضو من التشالنج بالنسبة لنا طبعا احنا جزء ده احنا عمليونه مفاعلينه في الفاملي متسن انه الانتشبات ده كورنر اساسي عندنا في بتاع بس مش المفروض بس المفروض كل تشتاق كل استشغل على كده ان انا المفروض مش بتعام مش بعالك عند العيان ده انا بحاول اعمل العيان ده من خلال انه هو في كل ما اشوفه لازم افكره بالهي لازم اعمل له لازم اشوف على اي سلمة من سلالم ال وابدأ ادي المناسبة بالنسبيله بالمناسبة برضو ده كتر انا نفس العيان العيان الواحد بس انا اقدر اعمله برايمر بريفنشن وساكن بريفنشن وترشل بريفنشن هو جايلي دلوقتي بمشكلة جاي بمشكلة بعد ما ظهرت الاعراض بتاعتها فالمفروض انا بعمله بريفنشن و بريفنشن للكمبيكيشن الممكن تحصل بريفنشن بعمله بريفنشن للحاجات اللي هو مش جاي بيها يعني انا واحد دلوقتي جايلي مسلا هو و جاي باعراض بتاعت فانا خلاص انا بعلجه دلوقتي قبل ما يدخل فيه مواي وببدأ اقول له ازاي هيعمل عشان يحفظ على الكفاءة بتاعت عضلة القلب بتاعته وفي نفس الوقت عملت له بريفنشن سألته انت بتدخن الشغل بتاعك فيه توتر طيب بتشرب الكوحر بتشرب كافيين كتير بتاعتك عامل ازاي ازاي بريفنشن يبقى مشكون ان العيان جايلي بمشكلة معنا كده ان انا ينتفي بريفنشن بتاعه لا العيان ممكن اشتغل معي على لان هو عنده دلوقتي الدزيز هيتعالج منه عنده همنعه وعنده حاجات ما عندوش امراض ما عندوش مشاكل بس عنده ممكن اشتغل عليها ممكن مسلا واحد عين جاي دلوقتي انا كشفت عليه وذكرت ان هو لازم يسجل عشان ياخد التطعيم بتاع الكوفيد وفكرت بتطعيم الانفلونزا تمام فدي الحاجات دي كلها يعني بقى بمركزة كده لو انا بتكلم في كيس مراكز مراكز لطب الأسرة او مراكز الوحدات الصحية العادية دي على فكرة مكان مثالي مثالي جدا عشان اعمل انت سيبات ريكير تفتكروا ليه نفكر كده اول حاجة الناس اللي مشراحين للجي بي علشان حتى يعرفوا رأي او يكشفوا بيروحوا عشان يصرفوا علاج فيه ناس بتروح مسلا تصرف علاج السكر والضغط وفيه ناس بتبقى رايحة عارفة ان الوحدة فيها علاج مجاني فعايزين ياخدوا العلاج المجاني سواء هما العلاج ده هما هايخدو ولا هيحطو للطيور اللي هما بيربوها او هيبيعو طيب الناس اللي اقدر كده اشتغل حتى لو جايين مش طربين رأي اقدر اعود معاهم وعملوهم ابعتهم لغرفة التسقف الصحي اشوف لهم محتاجين فدي مكان كواس جدا مين مين هيضمن ان العيان هيروح لوقات بالفريقونت ده من المختلفة فمعنى كده دي حاجة كواسة جدا حتى لو ام جاية بالطعم حتى لو مجاية عشان تسجل مولود دي كلها الحاجة التانية لو انتم فاكرين لما كنا بنتكلم عن فاملي ميتسن هو ماسك مكان معين وعمل له فولدر فهو دول الجمهور بتاعه اللي هيفضل معاه على طول طيب ال جي بي لو هو اصلا مش فاملي سمش فالش ال جي بي هو رايح بيشتعل في وحدة الصحية بتاعتها المكان ده بس فهو قلدي مسؤول عن غلص بالشاليس اللي بيجيله مكان بيجيله ناس من المحافظة هنا او المحافظة التانية فهو ممكن يعمل بس مش هيعرف يعمل انما جي بي هي قادر يعمل الحاجات دي او بتفعيل النظام بتاع عشان نظام التأمين الصحي الجديد فدي كلها هو دلوقتي جي بي قاعد في وسط فيقدر يقدم كوردينيت كير بالاضافة ان هو يقدر يتواصل مع الدكاترا اللي هما فهيقدر يقدم كوردينيت كير وهو يبقى الليدر بتاعهم هو يبقى الليدر في جزء بتاع بعد كده لما حضرتك تروح للدكتور كم مرة وانت عارف الدكتور اللي موجود فخلاص انت بقى فيه بيننا هيبقى العين ده بيرتاح للدكتور يعني اغلب الناس بتوع زمين هما بقى دكتور بتاع الصحة اللي موجود في الوحد الصحية متعلى لو راحوا المجدي يعقوب مش هيسمعوا كلام الا الدكتور ده لازم يرجعوا لأول ويرقول العلاج بتاع الدكتور مجدي يعقوب يشوف فعلا ده كويس ولا مش كويس كل الحاجات دي يا جماعة اللي قام على اساسها هو ان انا حس ان انا عندي هابقى مصول من هنا بدأ يدخلوا عشان يقدر يحل المشاكل الكتير زي مشكلة الانس بعد كده يقدر يروح الجامع يقدر يروح الكنيسة في المكان اللي هو فيه ويعمل جلسات تسكيف لأن هو قاعد في المكان ده فترة طويلة فهيقدر يعمل علاقات مع الناس الموجودة الجيبي يقدر يبقى من الكمبرهنس كير وبرضو لو شلنا كلمة جيبي وحطنا فاملي الفيزيشان لو انتو فاكرين ان الفاملي الفيزيشان كان بعالج العيان فروم وفقول كل الاجبو السيكس ولو فيحتاج سبيشاليست من أزر الشالتز كانوا بيبعثوا بيبعثوا العيان ليه ويرجع له تاني بالجواب بتاعه وبالحاجات الميجرز اللي اتخدت له عشان بعد كده هيعمله هو اللي هيتابع معاه الفاملي الفيزيشان هو اللي هيتابع معاه فمعنا كده نو عمل كمبرهنسف كير طيب بعد كده الكمبوننس بتاعت الهيلث مينتننس الهيلث مينتننس اللي هي بين قوسين بريوديك هيلث اجزاميليشن ودي هنغيرها هنفرقها من الانيوال الفيزيت لما نروسها الاخر سلايد ان شاء الله الهيلث مينتننس فيه 5 كمبوننس اول كمبوننس كمبرهنسف انيشيال فيزيت بعد كده بريوديك افديت بيزيت بعد كده سكرينج بعد كده اميونيزيشن بعد كده انسيباتري جايد طيب انا اخد بالي من حاجة يا جماعة برضو بقولكم انتم بتذكروا لازم تعملوا شورت تحطوا فيها الحاجات دي عشان لو انتم هتذكروا كل عنوان الواحد وهتطوغ يعني الهيلث مينتننس اعمل شورت قدامي ابعارفة انها لها 5 component عشان ما نستاش حاجة منهم وانا بحيل اول حاجة كومبرهنز في رشيا البيزيت انا جالي واحد لأول مرة وانا ناوي اعمل انتسيباتري هلس كير اندرواتي بعمل انتسيباتري كير انا ما بعمل مش جال مريض وبعالج ده انتسيباتري كير بعمل حاجة زي بالضبط اللي انتو اخدتوها في الهلس كير لما كان يروحوا ل تانية حاجة بعمل بعد كده خلاص انا عرفت ان هو عنده درجات معانا من الخطورة هبدأ ادور عليها مش هعمله بقى مش هعمله كل اللاب وكل الممكن تتعامل لا ده بناء على ال اللي طلع معي بقدر اختار الابراتوري تستنج والرديولوجيكال اللي المفروض يعملها يبقى دي اول اول كومبونت اللي هو كومبرهنس في تانية حاجة بريوديك هلس انا خلاص شفته وعملت له الحاجات وعرفت ايه عناصر الخطورة اللي عنده خلاص انا عرفت عامل الخطورة فبناء عليها انا بعمل بعمله بريوديك update visit conducted انا دلوقتي شفته عارفة ان الريسك بتاعه هيزيد بعد فترة معينة او انا هحتاج اشوفه عنده فترة معينة يبقى انا بظبط الحاجات دي ات ريجولر انت ريجولر اكوردن بالريسك انا محتاج اشوفه تاني امتى زي مثلا في عندي لو انا بدور على معين انا طمين تعلين دلوقتي هو ما عندوش المشكلة دي اعرف ان هو بعد فترة لا ممكن يبقى الريسك عنده زيت اهجيبه تاني عشان اتابع الريسك بتاع تالت حاجة الهيلس منترنس لسكرينينج لسكرينينج تاست انا جالي واحد دلوقتي عايز اعمل معينة لازم اعمل اكيد انتو هتاخدوه في وزء السكرينينج ازاي السكرينينج تستع اصلا يعني يبقى valid وازاي يبقى وازاي وطبعا لازم حاجة تبقى نتيجة كويسة وفي نفس الوقت ما صرفش كتير على الفوضي يعني انا صرفت دلوقتي كتير طبعا الدولة هاي بتصرف بس الفكرة طبعا الصرف بتاع الدولة ده ده المفروض برضو ان هي بقى حاجة خضع الميزانية معينة خضع لبينيفيت عشان كل دولة بتاعتها مهما كانت بتبقى بريست ممكن مسلا عمله ايه اللي تريتمينت انما في حاجات من البداية فدي انا مش هيفيدني او ان انا عمل فا مين بقى انا انا اللي هاختر السكرينينج لأ انا بعتمد في السكرينينج ده على منظمات على المي المنظمات دي بتيجي تقعد كل سنة بتجيب كل الابحاس اللي اتعاملت عن مرض معين وبيقعد بقى ويبدأ وبقى يصنفه لو انا عملت دي بتاعي تبقى او لا ده ده معناها لا احنا لازم نعمل مسلا زي مسلا سكرينينج ده انا سأل الناس بدخنوا ولا ما بدخنوش او 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 مسلا لا ده واحد يقولي لا ده ده مش مهم او انت تعمل فيه سكرينينج لا او لا ده ما فيش عندي في الموضوع كله ان انا بيقعد عندي بناء على بطلعونا بتتجدد كل سنة كل سنتين على حسر اللي بتقولنا نعمل ايه طبعا اشهر حاجة في هي دي اهم حاجة بالنسبة كحاجة بتقولك اعمل سكرينينج ايه او وعالج ايه في حاجات تانية زي ايه امريكان في حاجات كتير جدا بقدر اطلع منها امتى اعمل سكرينينج واعمل سكرينينج ازاي وفي موضوع كبير مش جزتي كده حاجة جات في بالي وانا بدور عليه بعد كده اميونيزيشن ازاي انا بختار اميونيزيشن ايج ايج مثلا زي احنا في تطعيم اجباري مفوض كل الاطفال بياخدوه في اول ثانا ومص في بعد كده اميونيزيشن ابروبيت انا دلوقتي واحد اتعرض لمرض معين لاحد في الولاياتس اللي حواليه عنده المرض دفنة اقدر اديله الاميونيزيشن الخاص زي ما قلنا مثلا بس ده كان زمان دلوقتي مثلا البتاتس على الكل كان الاول محدش بياخد الاميونيزيشن بتاعي بطاية تسبيه من اول الولادة الا الطفل المولود لاما عندها بطاية تسبيه مثلا زي المنا بدي الناس اللي بتشتغل في المطاعم بديهم التطعمات الخاصة بالتايفويد والكولرة دي مش بديها لكل الناس هن بديها لحد بس عشان امنع الدزيز فالفكرة ان هي بخاص بيهم هما عشان هما اكتر ان هما يحصلهم مشاكل فيباحنا انا عارفين الاميونيزيشن ده يا ما حاجة للايش اما الاليش الاليش الستات اللي عندهم ممكن يحصلهم بديهم بتاعت الهيومن بابلوم عشان اقلل حدوث الكنس ركومنديشن اف اميونيزيشن تشينجز فروم تايم تو تايم ان المؤسسة اللي بتقول لنا عن طعم ايه وامت وهنحتاج بوستر دوز امت بقى كده الانسيباتري غايدنس ادوكيشن ان اور كونس الانسيباتري ان اشوز that promote health and prevent illness injury or this is an important component of health maintenance الانسيباتري غايدنس ان انا بقى هاعد مع الناس وعملهم حاجة كده زي الهلس education علشان اعمل لهم جلسة سواء اعمل جلسة counseling او جلس health education عشان اقولهم ازاي برو مت الهلس ممكن وانا انا دلوقتي خاص او دي عملت جلسة دلوقتي عملت جلسة counseling او جلسة health education استعين بprinted hand out ومعاي ورق مطبوع وياريت لو في صور الميزة بقى ان انا دلوقتي هيبقى مغطي الكلام اللي انا قلته فهما مش هينسوا بدل ما يبقى كلام اللي سيول هيبقى معام فورقة في البيت الحاجة التانية ممكن يغطي حاجات انا من غير ما اقول هي انا مثلا الوقت كلمت مغطي كل اللي حاجة اللي خدوه ده مغطي كل الحاجات اللي المفروض يعرفوها طيب انا دلوقتي في حاجة اسمها periodical examination اللي هو فحص الدوري وفي حاجة اسمها routine annual physical examination اللي كان بحصل الواحد يقول لك انا عندي عندي كشف سانوي انا مش عارفة لا ده ما عندي الشيك بتاعي عند الدكتور تمام كان زمان بقى هو دي الحاجة اللي احنا نقدر نقدم انه واحد يعمل كل سنة يروح يعمل تشيك وب كده يتأكد على الدنيا كلها مش يتمام ولا لا الانual physical ده لسه مهم بس بقت البرودي health examination بحل محله لان الكمبولنط بتاعته بدأت تختلف طيب ايه الان جدول ده بوضح لالفرق من periodical examination والروتين والان والفيزيكال الperiodical examination ان initial comprehensive visit followed by periodic visit at regular interval based on age and risk انا مش بقول تعالي بعد 6 شهور لكل الناس انا بقول ده تعالي بعد 6 شهور ده تعالي بعد شهر وده تعالي بعد سنة بناء على الرسك اللي عنده تمام زي مثلا واحد ات رسك بتاع الكنسر كل انا عمل طوله الاسكرين بتاع وطوله تعالي تاني هنعيد ها تاني الحاجة دي بعد رسك لأ هو عمل حاجات ممكن خلال السنة ده تظهر عنده مشكلة ويكون ميت اصلا ملحد ش هشخص الحاجة التانية في البرود الاسكرين انا ما بعمل شي السيرفس بتاعتي مش بتبقى واحدة لكل الناس لأ هي بتعتمد على الاسكرين والريسك انما الروتين لا هي الورقة ثابتة لكل الناس طيب بعد كده البرود كالس اجزاميناشن which oven consisted of evidence based and cost effective هو غالبا بيعتمد على حاجات evidence based زي ما احنا قلنا لحاجات اللي بتدينا الوناس والأدفيرزوري كوميتي بتاعت الاممينيزيشن هما دل اللي بقولنا نعمل ايه وحاجة بقى كوست افكتف يعني دلوقتي هدور على حاجة معاينة هو لقيت ريزك بتاع فهيدي اللي انا هعمله انما روتين فزيك لا ده انت اخد بقى ايه وبيعمل كل حاجة دي مش كوست افكتف لانا ممكن يبقى فيها حاجات هو مش محتاج هو مش محتاج انه يعمله فده مش كوست افكتف في نفس الوقت هو ما عمله ترجيت للريسك اللي بدور عليه ومش افيدنس بيز ما فيش حاجة بتقول ان الحاجات دي كتا المفروض تتعامل فدل الوقت يبقى البرودي كيلس اجزامنشن هو الافضل لان هو في الاساس كل طبعا اول حاجة هنعمل هنجيب الان سباتري كير بعد ما نخلص المحاضرة نتأكد ان احنا سمعنا الائتم دي كلها تغط لان دي كلها ده معنى كده ان انا لازم اطلع بالمحاضرة بالحاجات دي ده المتوقع ان انا تسئل عنه تمام لو في حد عنده مشكلة في اي حاجة ممكن يتوصل معنا يام على ال يام على التيم يام يتوصل معنا في اسم طب الاسرة يام لو في اي اسئلة ممكن ترفعوه على التيم عادي او تعملوه على الشيك الخاص وهنتكلم فيه اي حد عنده مشكلة بس يعرفني وان شاء الله الدنيا تمام وربنا يعين فرصة سعيد